حسيبة كاروش لرصد آخر مستجدات أحوال التقص مع هذه الحلة البيضاء لشهدتها مختلف العديد من ولايات الشمالية للوطن حسيبة صباح الخير أهلا بك أهلا مولود أهلا بكم مشاهدينا بالفعل الحمد لله كانت توقعات في محلها الحمد لله كانت تلوج كثيفة تساقطت خلال الساعات الماضية يعني منذ الساعة الثلاثة من صباحة اليوم اكتست أغلب المرتفعات التي يصل علوها حوالي 800 متر وأقل من ذلك إلى غاية 600 متر اكتست حلة بيضاء الحمد لله وفي هذا الإطار لذلك مصالح الأرصاد الجوية أكدت من خلال تنبيه لها من الدرجة الأولى على استمرار تساقط ثلوج كثيفة وهذا دائما على المرتفعات التي يصل علوها 800 متر مع السمك يتعدى كذلك 20 سنتيمتر إن شاء الله إلى غاية الساعة السادسة من صباحة يوم غد الأحد بحول الله الولايات المعنية دائما هي كل من ولايات أم البواقي كذلك ولايات قلمة باتنا البويرا قسنطينة تبسة حتى ولايات تيزي وزو ميلا جيجل بجايا سوق هرس بورج بوريش كذلك ولايات سطيف وخنشلة إن شاء الله هذه الولايات تبقى دائما تحت أقول في ظل استمرار تساقط الثلوج تبقى دائما يعني الحيطة والحذر بالنسبة لسكان هذه الولايات في ظل استمرار تساقط الثلوج خلال الساعات المقبلة بحول الله كذلك فيما يخص الأمطار الرعدية يرتقب كذلك حسب مصالح الأرصاد الجوية استمرار تساقط أمطار الرعدية غزيرة بكميات تتعدى الخمسونة ميلا متر محليا كذلك وهذا إلى غاية الساعة السادسة من صباحة يوم غد الأحد بحول الله الولايات المعنية يوكل من ولايات بيجايا سطيف سكيكدا عنابة قلمة قسنطينة كذلك ولاية الطارف سوق هرس ميلا جيجل وولاية بورج بوريش إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير بحول الله خلال الساعات المقبلة رحل الآن نشوف مع بعض ما يخص حر التقس بحول الله لظهيرة اليوم عبر بعض ولايات الوطن تشير إلى أن إن شاء الله ظهيرة اليوم نحن نتوقع أجواء دائما منطرة على المناطق الشرقية أنطار غزيرة يرتقب أن تستمر إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد بحول الله كذلك الثلوجية الأخرى إن شاء الله ظهيرة اليوم ستستمر في التساقط على المرتفعات الشرقية والوسطى للبلاد بالنسبة للمناطق الغربيا توقع أجواء نوعا ما غائمة جزئيا بصحب سفلات كثيفة هذه الصحبة حتى تكون دون فعالية على غرب البلاد بالنسبة للمناطق الوسطى تقسم المشمس إلى غائم جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة على فترة إن شاء الله والجنوب الجزائر إن شاء الله ظهيرة اليوم نتوقع أجواء نوعا ما مشمسة لكن يعني ملفت للانتباه لظهيرة اليوم أجواء رح تكون جد جد باردة لذلك نتوقع أن ننسجل ست دراجات خلال ظهيرة اليوم وهذا كأدنى مقياس على أغلب المناطق الداخلية للبلاد بالنسبة للمناطق الساحلية إن شاء الله رح نسجل ما بين حوالي 13 دراجة إلى غاية 15 دراجة والجنوب الجزائر كذلك والآخر هو عرضة لهذه الهواء البارد القطبي لذلك رح تنخفض كذلك دراجة حرارة بالمناطق الجنوبية ونحن نسجل ظهيرة اليوم إن شاء الله ما بين حوالي 15 دراجة إلى غاية 26 دراجة كأعلى مقياس على مدينة عينكزام وبرج باجي مختار كذلك إن شاء الله أمسية اليوم ولأول مرة ستنزل دراجات الحرارة إن شاء الله إلى غاية 5 دراجات تحت الصفر متوقعة على أغلب المناطق الداخلية كولاية البيض كذلك الجل فاتيات نعامة مشرية أقول حتى على ولاية قسنطينا سطيف بورج بوريج خنشرة ميلا سوقها سعني 5 دراجات تحت الصفر بالنسبة للمدن الساحلية إن شاء الله أمسية اليوم رح نسجل ما بين 3 دراجات إلى 4 دراجات فقط والجنوب الجزائري كذلك ما بين 5 دراجات إلى غاية 10 دراجات فقط أجواء باردة متوقعة إن شاء الله أمسية اليوم بحول الله فيما يخص الوقع التقصير للساعات المقبلة بحول الله بداية من يوم غد الأحد بعض الأمطار تبقى دايما تخصف فقط المناطق الشرقية مع ثلوجية الأخرى إن شاء الله متوقعة تبقى دايما مستمرة صباحة الأحد يوم غد يوم الاثنين يعود الاستقرار لكن مع الأمسية في حدود الساعة العاشرة اللينا بحولنا كما نلحظه يدخل اضطراب جوي آخر بداية من يوم الاثنين أمسية يوم الاثنين إلى صباحة يوم الثلاثة اضطراب جوي آخر لكن هذه المرة سيكون نوعا ما من ضعيف الناشاط سيخص بعض الأمطار نوعا ما خفيفة على المناطق الوسطى لكن الأمطار ستكون أكثر غزارة على السواحي الغربية خاصة على السواحي المستغانم كذلك على أوهران بالنسبة يوم الثلاثة اضطراب الجوي يبقى يستمر إن شاء الله وهذا الاثطراب نلاحظه فيه ضعيف الناشاط يكون محمل ببعض الأمطار الخففة نوعا ما كميتها ما بين حوالي 15 مليمت حتى 25 مليمتر وهذا من أمسية يوم الاثنين إلى غاية يوم الثلاثة المقبل بحول الله كانت هذه توقعات تقص خلال ساعات المقبلة إن شاء الله يارب تكون أمطار وثلوج خير بحول الله خلال الساعات المقبلة نعود الآن إلى مولود نستكمل بقية الأخبار شكرا لك حسيب